السلام علي سيدنا رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث السنة ومحل تطبيقات على العطف من كتاب لكتاب البرهان صفحة 439 واحد صاحب الأخيار نالفجار حدد الإعراب الصحيح لكلمة الفجار طبعا صاحب فعل أمر مبنى عن السكون والفعل ضمير مساتر تقدره أنت الأخيار مفعول به نالحرف عطف مبني نالفجار الفجار اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة يبقى احنا خدنا رقم دال يبقى واحد خدنا دال اتنين كانت الحجرة نظيفة ومرتبة حدد الضبط الصحيح لكلمة مرتبة في الجملة السابقة طبعا نظيفة خبر كانت منصوب وعلامة نصبه الفتحة طبعا هنا أقول مرتبة اسم معطوف منصوب وعلامة نصب الفتحة يبقى احنا خدنا رقم آليم ثلاثة يستيقظ المسلم من النوم ثم يتوضأ حدد الضبط الصحيح لكلمة يتوضأ طبعا يستيقظ فعل مضارع المسلم فاعل من حرف جر النوم اسم مجرور ثم حرف عطف مبنى على الفتح لمحلهم الأعراب يتوضأ فعل مضارع مرفوه على متراف الضمه هو معطوف على يستيقظ أخذ يتوضأ يباحنا ثلاثة خدنا رقم باء يتوضأ أربعة لا تتناول طعاما حارا نقض باردا طبعا طالما الجملة منفية يبا لا تتناول يبا أأتي ب بل جملتها لابد أن تكون منفية من فحش لا من حتى يبانا بناخد دال أربعة خدنا رقم دال لا تتناول طعاما حارا بل باردا خمسة شاربنا القهوة نجط الشاي حدد حرف العطف المناسب للفراغ طبعا منفعش لكن منفعش ايه حتى منفعش بال طبعا لا الشاي يبا خمسة خدنا رقم باء ستة نفهم الدرس نجط ثم نفهم الدرس نجط نحل التدريبات حدد حرف العطف المناسب للفراغ السابق طبعا شيء مترتب على شيء يعني فيه ترتيب وتراقي ما ينفعش لكن ولا لا طبعا ثم ثم نحل التدريبات يبا ستة اخدنا رقم جي سبعة ما اكلت تفاحا نجط برتقالا حدد حرف العطف المناسب طبعا طالما فيه نف اقول نستخدم لكن او بل يبا نحل اقول لكن تفاحا يبا لكن طالما فيه نف استخدم لكن منفعش لا ولا حتى ولا الباء طبعا هنا ايه ما اكلت تفاحا لكن برتقالا برتقالا اسم عطوب منصوب علامة نصب الفتح تسعة تمانية في الامتحام ثم اجب حدد الضبط الصحيح لكلمة اجب في الجملة السابقة طبعا اجب فعل امر مبنى على السكون هو طبعا معطوف انا افكر يبا احنا بناخد رقم تمانية اخذنا رقم دان اجب فعل امر مبنى على السكون تسعة اكرمتو زى الخلق والمجتهد حدد مما يليه الضبط الصحيح لكلمة المجتهد طبعا اكرمتو زى زى اسم شارة زى مفعول به منصوب علامة نصب الفتح لانه اسم من الاسماء الخمسة والخلق مضاف اليه والمجتهد يبا المجتهدي اسم عطوف مجرور علامة جر الكسرة يبا تسعة اخذنا رقم جيم المجتهدي عشرة فاز صاحب الخلق والمروءة بتقدير الناس حدد التكملة الصحيحة للفراغ المناسب طبعا هنا صاحب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة زو هتكون معطوفة على صاحب هتكون مرفوعة بالواو يبا احنا بناخد رقم الف عشرة اخذنا الف زو معطوف مرفوع علامة رفع الواو لانه اسم من الاسماء الخمسة اه حداشر تسعده بالثواب اكثر نجط بكلام الناس حدد التكملة الصحيحة للفراغ السابق طبعا هنا حرف عطف الواو يفيد المشاركة ما ينفعش لكن استدراك اه هنا بال حرف عطف يفيد الاضراب يبا ناخد ام ده حرف للتخيير هنا يخييرك بين السعادة بالثواب ام اه ان انت تسعد بكلام الايه بكلام الناس يبقى احنا احداشر خدنا رقم ديم الفنية الفنية لا يحس بها المبدع وحده بل كل مطلع على ابداعه اضبط كلمة كل طبعا لا يحس المبدع من اللي بيحس المبدع فاعل بل كله طبعا هتكون اسم عطوف مرفوع علامة رفع الضمة يبقى اتناشر خدنا رقم الف كله اشتراك اشتريت كتابا نجات كراسة حدد حرف العطف المناسب طبعا اشتريت كتابا نا كراسة طبعا جملة مثبتة استخدم استخدم ايه استخدم نا ما نفعش لكن يبقى احنا تلاتاشر خدنا رقم با اربعتاشر ما قرأت القصة نجات الكتاب حدد حرف العطف الذي يثبت القراءة للكتابي وحده هنا طبعا حرف عطف يفيد ازبات الحكم لما بعد ونفي عما قبله يبقى هنا ما قرأت القصة لكن الكتابة طبعا حرف عطف يفيد الاستدراك وهو ازبات الحكم لما بعده ونفي عما قبله يبقى احنا اربعتاشر خدنا رقم اربعين من كتابنا كتاب البرهان لا تصادق الاحمق نجات العاقل حدد حرف العطف المناسب يبقى هنا طبعا جملة منفية ما نفعش لا ما نفعش ام للتخيير ولا حتى يبقى بل حرف عطف يفيد الاضراب يبقى احنا بناخد لا تصادق الاحمق بل العاقل هنا طبعا تفيد ازبات الحكم للمعطوف ونفيه عن المعطوف عليه قد نرقم دال خمستاشر دال ستاشر حدد مما يلي الجملة المجتملة على حرف عطف عاد الرجل من عمله وطلوع الشمس طبعا هنا واو المعية يعني مع طلوع الشمس عاد الرجل من عملي والفجر مشرق طبعا واو الحال هل نخطط لهدفك وتهم العمل واو المعية بعدها فعل مضارع عاد الرجل والزميله من العمل هنا طبعا واو حرف ايه عطف احنا بناخد رقم دال ستاشر خدنا رقم دال سبعتاشر حد من ما يلي الجملة المجتملة على حرف عطف ثمت رجل يصنع التاريخ طبعا ده زرف ثمت نفاق زرف ثمت مشكلة ده زرف زرنا القاهرة ثم ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي يبقى خدنا رقم رقم جيم سبعتاشر خدنا رقم جيم ثمتاشر حدد من ما يلي الجملة المجتملة على حرف عطف ثم تمنع على حرف عطف العمل الجاد مجهد لكن نتائجه مثمرة طالما بعد لكن جاب له جملة اسمية يبقى لكن حرف ناسخ وليست عطفة الشمس ساطعة ولكن الهواء بارد برضو جملة اسمية يبقى ناسخة احيانا يكون البطر قوية لكن الحق دائما اقوى برضو حرف ناسخ ما عرفت الغدرة لكن الوفاة طبعا لكن العطفة يأتي بعدها كلمة واحدة طبعا هنا بتثبت الحكم لما لما بعدها ونفي عما قبلها يبقى احنا بناخد رقم دان ما عرفت الغدرة لكن الوفاة ده الجملة المجتملة على حرف عطف عشرين حدد مما يلي الجملة المجتملة على حرف عطف في الدراسة فتحقق النجاح طبعا هنا الفاة السببية وليست حرف عطف من اجتهد في عمل سوف يحقق امن الفاة هنا اسمها فاة الجزاء او فاة الرب وليست عاطفة قرأت الدرس فاجبت عن الواجب طبعا هنا الفاة عاطفة هنا عاطفة ايه اجبت على قرأة يبقى احنا كده رقم جيم طبعا هنا مفيش حرف ايه مفيش حرف عط يبقى عشرين خدنا رقم جيم 21 قرأت عن رجلين لا قائدان حدد صورة الجملة الصحيحة بعد تصويب خطأها قرأت عن رجلين لا قائدين قرأت عن رجلين لكن قائدان استبعد لكن قائدان قرأت عن رجلين لكن قائدين طبعا جملة مثبتة منفعش ناخد معها لكن قرأت عن رجلين بين قائدان برضو بالتحتاج الجملة تكون من فيها يبقى قرأت عن رجلين لا قائدين طبعا لا جملتها مثبتة يبقى 21 خدنا رقم الف 22 حدد مما يلي الجملة المجتملة على حرف عطف صحيح احرص على صداقة المجتهدين لكن المهملون طبعا ما تنفعش لان جملة لكن لابد ان تكون منفية احرص على صداقة المجدين للمهملون لان طبعا لابد نقول المهملين احرص على صداقة المجدين بين المهملون برضو ما نفعش بالجملة لابد انها تكون منفية احرص على صداقة المجدين للمهملين يبقى احنا 22 بناخد رقم دال 22 خدنا رقم دال 23 احرص على صداقة المجدينة بل المهملون حدد صورة الجملة الصحيحة بعد تصويبها يبقى احرصوا على صداقة المجدينة المجدينة مضافلة مجرور علامة جرق الياء لانه جمع مذكر سالم بل حرف عطف ويفيد الاضراب طبعا ده فعل امر يبقى لا ما نفعش يبقى كده المجدينة للمهملين طبعا جملة مذبته ما نفعش لكن احرص على صداقة المجدينة للمهملون برضو كده ما فيش ما هو الشكل بعض في العراب بل يبقى احنا بناخد 23 بناخد رقم 23 خدنا رقم احرص على صداقة المجدينة للمهملين مفرطا في حقوقك لكن كن متمسكا بها اجعل ناكن حرف عطف في موضعها طبعا هنا جايب لجملة بعد لكن يبقى على طول حرف ناسق محافظا على معنى الجملة وعرب المعطوف اقول لا تكن مفرطا في حقوقك لكن متمسكا متمسكا بها بلا تكن مفرطا في حقوقك لكن متمسكا بها متمسكا اسم عطوف منصوب على متنصب الفتحة 25 ان ترد التفوق فاستعد له جيدا واسعى معتمدا على الله وحده ما محل جملة اسعى طبعا هنا جملة اسعى هنقول الواو استئنافية واسعى فعل طبعا جملة جملة فعلية جملة فعلية لا محل لها لا محل لها من الاعراب استئنافية والواو هنا واو استئنافية اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك انتظرنا في القادم ان شاء الله